السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحباتي في اللامتابعين قناة تفسير الأحلام مع رانيا سوف أقدم اليكم اليوم تفسير رؤية الكوسة في المنام للمرأة المتزوجة المرأة التي لم ترزق بأطفال ورأت في منامها الكوسة فأن الحلم يدل على حمل قريب بإذن الله إن الكوسة الخضراء للمرأة المتزوجة في الحلم تدل على الخيرات الكثيرة وعلى رزق كبير لها ولعائلتها وتدل على الصحة الجيدة والاستقرار النفسي والمادي والصحي وأن أمورها كلها بخير وفي المنام إشارة إلى تفوق أولادها في مجال الدراسة أو مجالات أخرى أكل الكوسة الناية للمتزوجة فأكل الكوسة الناية دليل على التهور والتصرع والانفعل واتخاذ قرارات سريعة تؤدي إلى توروتها بمشاكل مع زوجها أو أحد أفراد عائلتها أو مع زملائها في العمل وربما دلال على مقروه سوف يحدث لأحد المقربين منها بسبب سوء تصرفها مما يؤدي إلى الندم الشديد إذا رأت المتزوجة في منامها أنها تأكل الكوسة المطبوخة واللذيذة فهي إشارة للخير الكثير وأما إذا كان طعمها سيئا فأنها إشارة إلى فقدان شيء سمين أو خسارة أموال أما في حالة أنها تأكل الكوسة المطبوخة مع الأرز فأنها تشير إلى استعادة حق ضائع ووجود الأرز مع الكوسة يشير إلى الرزق والمال دون جهد أو تعب تدل رؤية محش الكوسة بكميات كبيرة في المنام على الرزق الحلالة الوفيرة الذي سوف تناله هي وزوج هذه المرأة وفي المنام إشارة إلى مشاريع تدري لهم مالا وفيرا وخاصة إذا كانت الكوسة محشية في منامها شهية وتصر النظرين أما في حال كان محش الكوسة بمظهر غير شهي فهو يدل على إصراف المال وإنفاق مالا دون وجه حق حفر الكوسة للمتزوجة دليل على زوال هموم وأعباء كثيرة كانت تعني منها المتزوجة ودلال على صلاح حلها مع زوجها وأهله بعد تعرضها لمشاكل كثيرة معهم وفي المنام إشارة إلى إيجاد حلول لمشكلة عالقة والشعور بالراحة والاستقرار وإلى هنا تنتهى حلقاتنا ونلقاكم في تفسيرا جديد فلا تنسوا دعمنا دائما بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم دائما كل ما هو جديد لنا إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته